موسيقى هاتي اخوتي يا فوت الولاية تنزلة معاك بميوها اسفر تطلعوها بميوها ازرق يعني تيجي ازاي انا ديني لستوت يا عم كان ازرق ازاك يا عضي ابراهيم ازاك يا باشا ازاك يا باشا ازاك يا باشا ايه عطي حضني وانت مبلون من فرحتي ده انا مش مصدق عنايا يلا انا ردومك وتعلالي انا مستنيك في اللومة حمامة فين ايامك يا باشا انما سيتك ما قلتليش احنا هنبدأ امتى يا باشا نبدأ ايه نبدأ التمرين كل حاجة هتعرفوها في الوقت المناسب نعرفها وفي حد غير يا باشا ايوه الباشاك كبير وعم الشباب كلها والله انت منور شرم حسام المصري ابراهيم ايه يا راجل والنابي النطة اللي انت نطيتها في الاولمبياد دي ده انت كان شكلك عبيت قوي بعد ازاك يا باشا انا ماشي استنى احزاك يا باشا انا مقعدش مع الاشكال دي في مكان واحد الواد ده لسانو طويل وعليها النعمة هضربه وانا لحد دلوقتي تعمل اعتبار الوجود سيادتك شوف يا باشا احنا منتشطرش غير على بعض انتا كنت تشطر على الواد الامريكاني اللي خاد منك المدالية والله يا باشا لو تشوف منظره هو بيتضحج على الارض وتفتس على روحك مدحك ده انا كنت اهموه يا ده هتغاب عليك يا لأ اذا انت هتضربني ولا ايه اخرس يا كلب انتو هو هتضربه بعض قدامي اه ده ابراهيم خدامك يا باشا هقعد فيك واحد واحد احنا في فصلة هنا ولا ايه بداية من يلا بنيلا زي والشوكو هنلحق علي لفكرت اعتمد على عائل هبلس اعتمد يا باشا علي وانت مغمط انا سداد الشغلانة اللي انا عايزكو فيها دي عايز رجالة طالما الشغلانة عايزة رجالة يا باشا هي ما هيعمل معانا ايه شوف يا باشا شوف هو اللي بيجر الشكل ازاي وانا قاعد ساكت لأ انا راجل قوي بتاع الولمبياد واسأل شرم كلها على ابراهيم العزقلاني ده بيجوا بتطلب ولو عايز تشوف الرجولة او الرهالة توريني ايه يا ادي اهبل انت ناس اخر مرة ررنك علقت موه بس لو راجل راجل وش الوش ايمن اهل رو بش اهل رو بش اهل رو بش ها 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 رو بش اشتركوا في القناة مش هتقدم استقلتك من الوتيل قبل ما نمشي مقدم استقلتي؟ ما اتقدمت وتقابلت يا باشي اظن بعد اللي حصل ده مش هتمسكوا بايا قوي وانا فراقي يعني عشان نبدأ الشغلة على طول احنا ناخدها اسح كده لغاية برا حالة وإيه اللي حنلاقي امن الوتيل كله فوق دماغنا ماشي يا باشا؟ يلا بكباتي نوريني جمالنا التطق احنا في الفاركين يا باشا قاعد يزك يا باشا يا أستاذ يا أستاذ هم راحوا فين؟ نعم هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا؟ فيه تلاتة نايمين هنا محدش يصحيهم لا أنا باتكلم على الاثنين التانين إبراهيم والودي اللي كان معاه حسام أيوة حسام وإبراهيم ملا راحوا فين؟ في الزمالة عاملين شغل زال فل السلام عليكم انت مش خارج أداء بخص معابري يا بايو أيوة يا باشا طالع الأول على الدفعا؟ بامتياز طيب ما تعامتش مويد ليه؟ عشانا فشو ما راح دزميته في الكافتيريا يا باشا؟ انت مالك انت انت إيه ده؟ خلك الباشا بيسألنا أنا هيكون لنا باشا الوسايت عيانه الخامس والسادس والسابع ولاد الأسادزة ولاد الأسادزة ولاد الأسادزة انت كنت عايز تتعاين معيد إبراهيم؟ عاوز الحق يا باشا؟ قلت أحسن إن جات منهم وإيه حكات الطالبة اللي زبطوا معك في الكافتيريا دي؟ دي عالم من نفسنا يا باشا جواها سواد وغل بعيد عنك دي بقى ضربة النجاح اللي بيقولوا عليها ضربة نجاح يا فاشل قد نزك في الجرنان وعليها الصورة قد كده يا باشا مكتوب تحتيها فضيحة إبراهيم العزالاني يا باشا أنا معرفهاش البتك هتقاعدة في الكافتيريا وداخل ومفيش غير أنا وهي أسابها تفيص؟ قعدت دلك لها رقابتها وعمل لها تنفس الصناع فجأة روح داخلين علي واخديني على أمن الكلية لعبة ومعمول علي يا باشا غاوي انت تنفس الصناع يا براهيم هو مش موضوع غاوي بس حدقتك حط نفسك مكالي لو لقيت واحدة بتموت قدامك وفي ايدك تنقذي هتسبها تموت يا باشا أكيد هتعمل لها تنفس الصناع ونظام ده لو فطس هتعمل له تنفس الصناعي برضو لا دي تغير في ستين داهية ده أنا اللي عملت لها التنفس الصناعي نفس أنا اللي تقتها لواحكا واحد كثرة 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 لك اوكي ناين جو لسط وان اوكي انا شايف تحسن بس احنا ماشيون ببطء شوي كان ممكن نعمل شغل احسن من الجد بص انت اهم حاجة تاكل بغباء وتشيل حديدة تقيلة وتفرج على نفسك بقى قولي انت بتاكل لحمة قد ايه؟ كيلو في اليوم كم؟ كيلو كيلو وده بقى مستورد ولا بلا دي؟ انا عارف اهلو بتحطي قدام البذيح لا طالما كده بقى الفهنة والشيفة ومطرح ما يسري امرأة بوكبات يلا كمل اوانش بص بقى انا هسيبك شوية خمس زي كده ورجعلك عبدا ماشي يا باشا ساعتك تؤمر ساعتك بس بعتولي في الجيم هنا لموتة اسبوعين وانا هرجعهولك بطل عالم في كمالك ساف مش هتعرفوا ساعتك خالص الله يخليك عرفك يا باشا انا مابلش عندي اي حد في الجيم كل اللي عندي ولاد ناس كبار ناس بشوات زي حضرتك يعني الله يخليك يا باشا مع السلام يا تهيم فيه ايه؟ كنت عايز سلفة راوف ايه؟ سلفة؟ يا ابني انت لسه واخد الراتب بتاعك مالكش تلات اربعة ايام لحيط صرفتو؟ ايوا دول تمنمين جنيه تمنمين جنيه هيعملو ايه؟ انا باكل لحمة بس في الشهر بألف جنيه وتاكل لحمة ليه؟ ما الناس كلها مقطع اللحمة ايه؟ ما بتقراش جرايد؟ ما بيتشوف في تليفزيون؟ ما احترامل حضرتك الدنيا كلها تقطع اللحمة إلا انا؟ انا لو عملت كده هبوز اللي بقالي سنين بعمله وجسمه هيروح وانت تاكل لحمة غالية ومتسعين جنيه ليه؟ ما فيه لحمة صومالي ولحمة أسيوبي وفيه لحمة كمان مجمدة ورخيصة جدا وكويسة ان شاء الله كل لحمة حمير هو انا اعتردت ارقوب به اسمع تهامي انت تكايف حالك على الراتب اللي بتاخده وتمشي امورك على كده بعدين انا هحللك مشكلة اللحمة ازاي؟ اذا كانت الدولة نفسها مش عارفة تحل مشكلة اللحمة هحلها لك انا؟ تهامي رجالي شو لك انا مش فاضي انت بتاعاتي ليه دلوقتي بس يا نوسا؟ ما انت كمان بتاعيض هو لا هو في راجل بيعيض بعدين انا عايز اكتجمدي بروضة تسود قد الدنيا وبتعيض ازاي؟ انا مش قادرة تزور ان انا عايشت مزيرك يا حبيبي اهو نصبنا بقى نوسا هنعمل ايه؟ ابوك وامك عندهم حق ازا انا مش قادرة اكفي نفسي هكافك انت ازاي؟ وهبتح بيت من ايه؟ مجبس يا حبيبي انا مستعدة استحمل اي حاجة هاسمي الدنيا كلها علشانك بس ما تسينيش يا توهامي حتى دي كمان يا نوسا من ادرش نعملها ابوك وامك معملوش حاجة وحشة معاي انا اللي قصرت صحيح غزبا عني انما هم زنبوب ايه؟ اهلك عايزين يطمنوا عليك يا نوسا ودا حقه يا توهامي انت عايز انت برا تقوله ده؟ انت عايز تسامني بعد كل ده؟ ايه انت بتعملو ده؟ حتى تدبلها نوسا كنت انت اللي جايباها على حسانك انا مستهلكيش انا انسا بفاشت انا مستهلكيش انا لأنا مستهلكيش